السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيبي عاملين ايه يارب تكونوا بخير افكار وحيل بازن الله هتعجبك جدا وهتعتمديها في بيتك تعالوا كده نشوف اول فكرة معانا ايه هي بس الاول كده صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام عشان كلنا نكسب حسنات ووعتين ستقولي لي بتشاهديني من اي بلد طبعا شيء يسعدني جدا وتعالي نشوف اول فكرة معانا ايه هي زي ما انت شايفي انا جبت الازازة دي وقصتها بالشكل اللي انتو شايفينه ده كل ما كانت الازازة كبيرة كل ما كانت الفكرة احسن بكتير زي ما انتو شايفين كده هنساوي بقى الازازة اللي معانا بالشكل اللي انتو شايفينه ده بالضبط كده هسويها بالشكل ده وبكده بقت الفكرة جاهزة معانا حتة الازازة الصغيرة دي ممكن تنفعك في حاجات كتير جدا في البيت هجيبي كده اي حاجة عندك في التلاجة حابة ان انت تغطيها وتبدأ ان انت تغطيها بالشكل ده كده بتتغطى معاك بكل سهولة عشان ما تلقطش اي روايح في التلاجة فكرة بجد حلوة جدا ونجربيها في ازايز اكبر هتعجبك تعالي اقولك بقى تعملي ايه في هدومك الستاني اللي موجودة عندك طبعا البنات كلها فاهماني الهدوم الداخلية الستاني اللي عندك هتبدأ ان انت تخسليها بطريقة سهلة جدا وبسيطة عشان الهدوم طبعا دي بتبقى خفيفة جدا وكمان ممكن تتقطع منك او تتنسل بسهولة فهتعالي بقى هقولك على فكرة حلوة عشان تحافظي عليها وما تبص منك في الغسالة هتبدأ ان انت تجيبيها وتبدأ ان انت يتلميها على بعض بالشكل اللي انتو شايفينه ده بالضبط كده وهتجيبي بقى اي فردة شراب عندك وهتحطيها جوه فردة الشراب بالشكل ده وهتقفلي بقى الشراب كويس جدا وبتبدأ ان انت تحطيها في الغسالة بتاخد دورة الغسيل بتاعتها عادي خالص وبتنضف جدا جدا من جوه وهتتفادي خالص ان الهدوم بتاعتك تنسل او تقطع منك لان طبعا الهدوم دي بتبقى خفيفة جدا وبسهل جدا انها تبص بسهولة مجربي الفكرة دي وبجد هتعتمديها على طول وعلى طول هتخسلي الهدوم دي بالشكل ده لو انت عندك بقى البكرة اللي بتطلع من المناديل او كمان البكرة اللي بتطلع آآ من الورق السلوفان او كده واعترميها قطعيها دي اللي معايا ديت بتاعت ورق آآ سلوفان فقطع طاعة بالشكل ده وبدأت ان انا اعملها كمنظم للطقم التوزيع بتاعي او اي حاجة عندي مثلا كاركبة كده الدرج عندي فبتبتدي ان انت تنظميها بالشكل البسيط السهل ده وبتحطيها في الدرج بتبقى حلوة جدا ما بتتنعكش منك بسهولة وقت ما انت بتجي مسلا تدوري على حاجة في الدرج جرب الفكرة بجد حلوة جدا وهتعجبك وبإذن الله هتعتمديها تعالي كده بقى لو انت عندك اي حاجة خشب سواء بقى آآ نشابة خشب سواء آآ الطاعة خشب او معالق خشب تعالي اقول لك تعمل ايه عشان تحافظي عليها وما تبصي معاكي بسهولة ولازم تعتمدي الطريقة دي عشان خاطر الحاجات الخشب اللي عندك العمر بتاعها هيتطول معاكي وتعيش معاكي فترة كبيرة هجيبي كده منديل وتبدأ ان انت تحطي عليه مقطتين بس من الزيت بالشكل ده مش هنحط زيت كتير مقطتين تلاتة كده زيت بالشكل ده وهنبتدي ان احنا نمشي على آآ اي حاجة خشب عندنا زي ما قلتلك بالشكل اللي انتو شايفينه ده بكده ايه الحاجات الخشب اللي موجودة عندك عمرها هيتطول معاكي ولونها مش هيغير بسهولة وهتعيش معاكي فترة كبيرة جدا جربي الفكرة بجد فكرة بسيطة جدا بس هتفرق معاكي كتير جدا زي ما انت شايفة كده انا عملت النشابة كلها بالشكل ده وطبعا ان النشابة دي عندي بيمكن بقالها مثلا من عشر سنين ولا حاجة والحمد لله بنفس اللون ونفس الشكل ما اتقصرتش باي حاجة جربيها بجد فكرة حلوة تعالي اقولك بقى على اسهل وابسط طريقة تقدر ان انت تقفلي بيها كياس المكارونة بكل سهولة انسي بقى اي طريقة شفتيها او عرفتيها والطريقة دي بجد حلوة جدا ومريحة وهتريحك كتير هتجيبي كده السكينة وتبدأ ان انتي تلف السكينة بالشكل ده وبعدين طبعا انتي مش بتحطي السن بتاع السكينة على الكيسة انتي بتحطي ظهر السكينة زي ما انت شايفة وبعدين هتقفلي بقى الكيس بتاع المكارونة او الشعرية اي كيس عندك بالشكل ده وهتجيبي كده اي ولاعة عندك وتبدأ ان انتي تمشيها او لو ما عندي كيش مثلا ولاعة ممكن تحطيها على النار بس طبعا ما تقربهاش جامد من على البوتجاز. هتتقفل معاك بكل سهولة زي ما انت شايفة كده. ما اخدتش معانا وقت خالص ولا مجهود. طبعا ممكن تعتمدي الطريقة دي. آآ لو انت مسلا بتخزني او بتفرزي حاجة في الفريزر بتبقى حلو قوي. تعالي بقى لو انت عندي الكيس صغير وحابة ان انت تقفليه. بتبدأ ان انت برضو كده تمشي عليه الولعة بالشكل ده. طبعا من غير ما تحطي اي حاجة ولا سكينة ولا اي حاجة عليه. وتبدأ ان انت تحطيه بس كده تلمسي اطرافه ببعض بايدك ما تخفيش خالص. هو مش بيبقى سخن ولا حاجة. وبكده بيتقفل معاك بكل سهولة وبكل بساطة. جربي الافكار دي بجد حلوة جدا وهتعجبك. شارية كيس بصل مسوق وعايزة تحطيه في التربو كده على طول. لا اوعي تحطيه. صلي كده على النبي. عليها افضل الصلاة والسلام. وتعالي بسرعة اقول لك ممكن تعمل ايه الاول. هتجيب البصل كده كله في الكيسة ما تشليش الكيسة منه خالص وهتفروكيه بالشكل اللي انتو شايفينه ده. بالزبط كده. طب احنا بنعمل كده ليه? احنا بنعمل كده علشان نطلع اي اقشور حوالين البصلة. زي ما انت شايفة البصلة بتطلع نظيفة بتحطيها في التربو. عمرها ما هتجيب اي اقشور توتحت منها. وبكده التربو عندك هيبقى نظيفة على طول. جربي الفكرة بجد حلوة. هاتي ورقة الكراسة ورشي عليها الريحة بالشكل ده وتعالي هحللك مشكلة كبيرة جدا كلنا بنتعرض لها. هاتي كده ورقة كراسة لكون اي كراسة عندك وتبدأ ان ان انت تقسميها بالشكل اللي انت شايفة ده. حابة تقسميها الاصغر مش مشكلة خالص. انا قسمت الورقة اللي معايا دي اربع بالشكل اللي انتو شايفينه ده. وهبتدي ان انا قصها برضو. وهجيب كده اي ريحة عندك انت بتحبيها. وهتبدأ ان ان انت ترشي على الورق بالشكل ده. صلي كده على النبي. عليها افضل الصلاة والسلام. وتعالي نكمل بقى فكرتنا. زي ما انتش شايفة كده. بعد ما رشت عليها هتبدأ ان انت تروح يبقى عند اجلاب هدومك او هدوم اولادك. وتبدأ ان انت تحطيها جوه الهدوم بالشكل ده. طب احنا بنعمل كده ليه? دي بقى هتدي ريحة حلوة جدا جدا للهدوم. وطبعا الورق الريحة بتثبت فيه جدا. طبعا كلنا عارفين لما بنبقى ماشيين في الشارع. من قصات محل عطور ولا حاجة بيديكي ورقة كده عليها. شوية من الريحة اللي هو بيباعها. طبعا الورق بيثبت جدا جدا عليه الريحة. جربي الفكرة بجد حلوة وهتعجبك. تعالي يقولك بقى هالفكرة العبقرية دي. هجيبي لازق كده وتبدأ ان انت تلزي على الهدوم بالشكل ده. وهتتني الهدوم لو انت حابة ان انت تخيطيها. دي اسهل طريقة. علشان الخياطة بتاعتك تطلع مظبوطة جدا زي ما انتش شايفة كده. بتقدر يتحددي مكان الخياطة باللازق اللي هتحطيه. جربيها. هاتي ازازة وتعالي هحللك المشكلة دي بكل بساطة. صلي كده على النبي عليها. افضل الصلاة والسلام. وتعالي قولك هنعمل ايه بالازازة اللي معانا دي. اهم حاجة تكون ازازة كبيرة اللي هي بتبقى الاتنين لتر دي او الاتنين لتر ونص. آآ وتبدأ ان انت تقصيها بالشكل ده كده بالمقاص. عايزين نعمل لها كده فتحة من النص بالشكل ده. وبعد كده بقى هجيبي اي لازقة عندك وتبدأ ان انت تلزقي على الاطراف بالشكل ده. عشان الازازة نفسها ما تعوركيش. هعملها طبعا كلها. بقت معايا بالشكل ده. هتبقى بقى منظم حلو جدا للبيض اللي عندك. هتحطيه في التلاجة مش هياخد منك مساحة خالص. فكرة بجد تحفة وريحتني كتير وانا على طول باعتمدها. جربيها بجد هتعجبك. زي ما انت شايفة كده ما اخدتش اي مساحة في التلاجة. قمي بسرعة عامليها. لو فرشة الشعر بتاعتك بوزت ايه ويترميها? تعالي اقول لك ممكن تستغليها وتستخدميها في ايه? بفكرة بجد تحفة. صلي كده على النبي. عليها افضل الصلاة والسلام. وتعالي اقول لك هنعمل بها ايه? زي ما انتو شايفين البقعة اللي موجودة على الارض دي بتبقى طبعا على السجادة ممكن لو انت بتاكلي ولا حاجة تيجي بقعة ترزة تيجي اي حاجة لازق على السجادة على الناشف كده ومن غير ما تحطي اي منظفات ولا اي حاجة. وتبدأ ان انتي تكحتي بالمشت بالشكل اللي انتو شايفينه ده بتطلع معاك بكل سهولة زي ما انتو شايفين كده بتكحتي بس كده بالفرشة رايح جاي عليها ومن الاتجاه التاني برضو العكسي بالشكل اللي انتو شايفينه ده بتختفي البقعة بكل سهولة من غير اي تعب ولا موجود منك ولا اي خلطات بجد الفكرة دي حلوة قوي ولو عندك فرشة بقى عينيها واستخدميها للفكرة دي بجد طحفة.